طيب محمد شبانة حاول مش يوقف بين الاتنين حاول يوقف بره عن الموضوع وما تصداش لأصل المشكلة في أنه في النهاية فيه نشر صحفي وتلفزيوني حصل لحدث لم يقع لجلسة لم تعقد لحكم لم يصدر وهي دية بشعة الخطأ فكرة التجرع على حاجة ما حصلتش أصلا فما كانش شبانة بهذا القدر وهو سكرتير عام النقابة في إدانة ورفض الخطأ المهن اللي حصل ده خطأ يا جماعة كاريسي لأنه وكالات الأنباء بره نقلت عننا فما حدش حتى عنده الرغبة ولا النية أنه يحاسب أنه يعرف مستصغر النار دي بدأ منين كان فين مستصغر الشرر مين أول موقع ألف دي والناس مشيت وراه وحنقول أن التلفزيون المصري بخطأ ومعرفش إزاي يحصل أو قناة كبيرة زي اكسترانيوز برضو تاخد من أي حاجة من على أي سطح إعلامي وتزيع مع أنه المسائل سهلة جدا تقدر تسأل طرف محايد شوية أو تسأل هيئة المحكمة سكرتير المحكمة كان عندك جلسة النهاردة وحصل ولا لا المسائل في منتقى البساطة إذا كان الخبر مهم أنه يطلع في نشرة ستة من الأساس لكن عايز أقول لكم أنه الأستاذ عمراء أديب كان مندهش جدا وحط علامة تعجب كبيرة نشوفها نهاردة من 4-5 ساعات طلع خبر برائة مرتضى منصور من سب وقصف محمود الخطيب أن المحكمة الاقتصادية قررت هذا الأمر نزل في كل المواقع اتكتب على لسان كل الرياضيين والناس المهتمية بالرياضة نزل في عدد من المحطات المحترمة فجأة طلع بيان من النادي الأهلي قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي أنه لم تصدر اليوم أي أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد الخارجين عن القانون الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسبب والقصف بل ولم تكن هناك أي جلسات لمحاكمة المتهمين في هذه القضية القضايا المشار إليها أما بشأن ما تنولته بعد المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببراءة المتهم في الجنحة رقم كذا لسنة كذا جنح اقتصادية نود التأكيد الذي لا يقبل للشك بأنه تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27-4-22-22 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية ونناشد وسائل إعلام التي نحترمها وأشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح دقة إيه؟ ده مش موقع واحد ده مصر كلها مصر والمواقع العربية اللي برا حاجة من اتنين يا الحكم ده مش موجود وتلك مصيبتهم الحاجة التانية إنه مستشار النادي الأهلي الحكم طلعه هو ما يعرفش وقف المصيبتهم أعظم يعني في الحالتين احنا قدام حاجة غريبة جدا الخبر لما يبقى موجود في كل المواقع وكل التلفزيونات وكل حاجة أنا في تقديري لما أجل أشتغل خلاص ده خبر إبسو فاكتو يعني يعني مؤكد خلاص إنما ييجي النهاردة المستشار القانوني النادي الأهلي يقول الكلام ده ما حصلش ومش موجود شيء غريب جدا هو هل طبعا وارد جدا هل حضرة القاضي مثلا حكم وإحنا ما نعرفش ده احتمال هل دي عضية غير القضايا دي يعني ممكن كان يبقى فيه عضية سب وقذف لأنه مثلا إحنا نعرف أنه محمود الخطيب كابتن حمود الخطيب رفع عدد من القضايا جائز قضية منهم غير القضية اللي قصدها المستشار القانوني ما حدش فيهم حاجة ما حدش فيهم حاجة خالص هل أنا على فكرة برضو زي بقول لحضراتكم أنا مش واقف عند الحكم خد براءة خد وعايز أقول لحضراتكم مواقع أخرى قالت أنه هو خد غرامة عشرين ألف جنيه يعني إحنا قدام حاجة غريبة جدا تلت حكايات الحكاية الأولى إنه ما فيش حاجة خالص وعلى فكرة لو طلع في النهاية إنه فيش حاجة خالص دي حدوتة غريبة جدا جدا لأنه أنا بقول لحضراتكم دي المواقع اللي إحنا يعني دي الموثوقة أنا بكلمك على مواقعنا الرسمية أحد المواقع الكبرى جدا شال الخبر طبعا دا كلام أستاذ عمر القديم وإذا طلع إنه ما فيش حاجة من الأساس هتوب حاجة غريبة جدا لإنها نقلا عن المواقع الرسمية الموثوقة ونحن خلاص ما إحنا قلنا الخبر من هذا المنطلق من هذا المنظور يعني يعني على رأيه لما يطلع المتشار القانوني يقول لك ما فيش جلسات النهاردة في أي قضية من القضايا عشان ما يقولش فيه التباس دي قضية تانية يعني فيش وإذا كان أشار إلى القضايا الناس تقضي يعني كان المتشار القانوني حاولي إيه لا هم يقصدوا القضايا الفلانية لكن هم قالش كده حد ما فيش من القضايا الموضوع بسيط جدا يا جماعة يجب اتياقهم بالمحكمة بالمحكمة كان فيه جالسات تخص الموضوع ده ولا لا أي موضوع يخص النادي الآلي والمستشار مرتضى مصر الله بس كم العمر أديب دهشته كمان نشوفه أنا رأيي أنه في الحالات اللي زي دي مش عارف دايب ايه بقى متحدث من وزارة العدل متحدث باسم المحكمة حد يقول للناس أيها جماعة في حكم أولا يا جماعة ما فيش حكم وبعدين برضو ابتقيت أشك لأنه هو عادة في الحالات اللي زي دي بيحتفل يعني يطلع يعمل فيديو وبتاعه وش عارف ايه وانا هو طب مين اللي طلع الخبر لو النادي الأهلي عنده مستشار قانوني ما يعرفش أنه الحكم طلع تبقى دي مشكلة كبيرة جدا بيقولك لا يقبل يعني لا مجل الشك طب جايز مثلا طلع وكان في وقت متأخر جايز مثلا ما عرفش أنا إجراءات المحاكم في إصدار الأحكام يعني ممكن يكون صدر متأخر صدر مش في حضور ولكن وبرضو أنا معرفش هل مثلا لو حضرة القاضي حجز القاضية اليوم 24 لأنه ده أنا أظن كان مد أجل فهل في مد الأجل هو ممكن في المدة دي أي يوم يحكم هو حر يحكم النهاردة يحكم بكرة يحكم 24 أنا معرفش إيه الإجراءات إنما في حاجة جماعة وزي ما حالكم شايفين بقى البيان الإماراتية والإمارات اليوم وعلى فكرة كلهم بيعملوا العاملة اللي أنا بعملها دي جابوا صور من المواقع وبتاعه قال لك هو الخبر هو فهل إحنا الساعة اللي جاية ديت حنشوف المواقع تقول لأن الخبر لأنه ابتدت نفس المواقع اللي نشرت يقوله حالة غريبة جدا يقول لك جدل يعني جدل في موضوع مرتضى إيه الجدل هو يتحكم يا ما تحكمش سألت عشان بس ما تقوليش تما تس سألت حانش عارف حاجة وعلى فكرة برضو أنا مش واقف عند الحكم ياخد براءة ياخد حكمة دي مسائل يعني بتاعة القانون وأنا مش شايف القضية ومش قاري القضية ولا لي رأي ولا يجوز أني كل رأي إنما أنا رأيي بقى في اللي حصل ده إيه ده إيه حبيت بس في الأول يعني أحط علامة تعجب كبيرة أوي كده بطول بورج الجزيرة بما أننا بيتكلم عن نادي الأهلي نسأل إيه الحكاية وإيه الموضوع ما حدش فهم حاجة كل الناس النهاردة قالت هو الحكم النهاردة الحكم مش النهاردة فأربع خمس مواقع زيان بقول لحضراتكم من اللي ناشت الخبر بتادي دي الوقت قولي جدل بين الأهلي أصلي ما فيش جدل هو يا الحكم طلع يا ما طلعش حاجة غريبة جدا يا سيد عمر يا مون كتب حاجة غريبة بس مش جدا لكن تصير جدل ما أنا متفق معاك يا في حكم يا ما فيش حكم ببساطة شديدة ووضوح شديد في حكم ولا ما فيش حكم لو في حكم يبقى زي ما أنت بتقول الخطأ موجود من جانب النادي الأهلي والمحام الالباني الذي صدر ما فيش حكم ودي مسألة يؤكدها المسؤول القانوني المنوض به كل القضايا يعني مش مثلا ممكن يكون في قضية تانية معادها النهاردة كل القضايا هو اللي مسكها فهو عارف وبيؤكد وبيجزم ما فيش أحكام ما فيش جلسات ما فيش مش محتاجة إن حاجة ما حدش فهم حاجة كل الناس فهم كل حاجة لكن إحنا باستمرار ندول أي موضوع ونلقي لدرجة الناس يقول إطارة الجدل لا فيه حد بيجدب وفيه حد ما بيجدبش مسألة واضحة جدا مش عايزة نقعد نحولها إلى مسألة لا جدلية ولا تسير الحيرة ولا محدش فهم حاجة كلنا فاهمين كل حاجة إذا ما فيش حكم يبقى كلنا فيه فاهمين كل حاجة لا فيه حكم يبقى حنقول نعتذر بالنيابة عن فلان اللي طلع إن فيه حكم وما خدش باله وهذا أمر بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من دايرة إلى نهاية مستبعب الراجل بيانه كان شديد التأكيد ولا الجزم ولا وضح ما فيش جلسات خاصة بأي قضية من هذه القضايا في هذا اليوم فمحدش من نبي يحاولها جدلية ومحدش يحاولها محيرة المسألة واضحة وضوح الشمس هذا إذا كان بالشكل دا ما هو إلا تدليس بمعرفة مر وجل